واعتقل ابن سلمان علماء الشريعة وقتل بعضهم والمؤارضين بالمناشير واشترى ذمة البعض الآخر حتى قال أحدهم وأنا الآن والقول له مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الوسطي الذي نادى به محمد بن سلمان شطب ابن كمال من اسمه اسم مصطفى وأخشى أن يشطب أو يشطب اسم محمد من ابن سلمان غير ابن كمال حروف اللغة العربية للغة التركية إلى الفارسية أو الفارسية من إلى اللاتينية وعمل على تغيير المناهج وغير ابن سلمان مناهج الدراسة لتواكب التحلل الأخلاقية والتطبيعة مع الكيان اليهودي ألغى ابن كمال حجاب المرأة وقوامة الرجل عليها وغيره أحكام الشريعة الإسلامية في المواريث وشجع الحفلات الراقصة والمسارح المختلطة والرقص وجلب ابن سلمان الراقصات العاهرات إلى بلاد الحرمين وأقام الحفلات الصاخبة المكتظة دون مراعاة للكورونا فالكورونا في المسجد الحرام والمساجد فقط قاتلهم الله أن يؤفكون وأخيرا وليس آخرا والقائمة تطول في جرائمهما وجرائم غيرهما من الحكام أمر ابن كمال بترجمة القرآن إلى اللغة التركية وأمر بمنع الآذان في المساجد وأن يكون الآذان بعد ذلك باللغة التركية ووصى قبل موته أن لا يصلى عليه صلاة المسلمين على الجنائز أيها الناس قال ابن كمال يوما نحن الآن في القرن العشرين وعصر الصناعة لا نستطيع أن نصير وراء كتاب يبحث عن التين والزيتون يعني القرآن الكريم فأهلكه الله بالنمل الأحمر الذي أكل جسده وبعد سنتين من موته اكتشف الطب دواء المرض الذي مات فيه وهو مستخلصا من لحاء شجرة التين المباركة قال الله تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فكلاهما ابن كمال وابن سلمان ضرب الدين في مقتل ووجه سهامه نحو الحكم والعبادات وأحدثوا في ديننا ما ليس منه فهو مردود عليهما وعلى أمثالهما من الحكام الخونة والمارقين فاللهم أهلك الآخرين كما أهلكت الأولين وارزقنا إماما عادلا يحكمنا بكتاب الله وسنة نبيك اللهم آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين